تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنيئة من فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة جمهورية هنغاريا الصديقة أعربت فيها فخامتها عن خلص التهنيئة لسموه رعاه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمانية لسموه حفظه الله كل توفيقي لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت والعمل معا للارتقاء بأطر التعاون القائم بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب وراجية لسموه رعاه الله منفر صحته ودوام العافية هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية لفخامتها ضمنها سموه حفظه الله خلص شكره على ما عبرت عنه فخامتها من تهنئة ومن طيب المشاعر متمانية لفخامتها منفر الصحة ودوام العافية ترجمة نانسي قنقر